أهلاً أحباناً مشاهدين في كل مكان سؤال من أهم الأسئلة هذا السؤال بحدد مصيرك وبحدد أبديتك ومهم جداً أنك تفكر في جواب على هذا السؤال من قلب صادق بمحاسبة مع نفسك وفعلاً مش عن تعصب لكن عن بحث السؤال هل أنت في النور أم في الظلمة؟ وأريد أن أقول لكل أحبائنا المشاهدين سواء كنت مسلم أو مسيحي سواء كنت رجل دين كاهن أو قسيس سواء كنت أي شخص سواء كنت بار في عينين نفسك أو خاطئ أو حال الخطيئة هو سؤال واضح وجريء هل أنت في النور أم في الظلمة؟ وبتعرفوا الله ما عندهش حل وسط الله ما عندهش اسمه أديان الله ما عندهش حتى اسمه أديان سماوية الله عنده طريق واحد وهذا الطريق هو من خلال يسوع المسيح قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة وثم قال يسوع أنا هو الباب وقال الرسول بطرس عن يسوع وليس بأحد غيره الخلاص في بداية إنجيل يحنى مكتوب في الإصحاح الأول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه في إنجيل يحنى الإصحاح الثامن قال يسوع أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة قال أيضا جئت نورا للعالم فهو نور العالم وهو نور للأمم وهو نور الحقيقي كما يقول عنه الكتاب المقدس فإذن الظلمة هي بكل بساطة غياب النور فإذن سواء كنت متدين من أي دين من أي شيء سامحني أقول لك وأقول لك هذا بكل محبة إنه الله عنده طريق واحد إما أنت في النور أو في الظلمة أنت في الحق أو في الباطل أنت فعلا في الحرية الحرية مع الله من خلال يسوع المسيح أم أنت مكبل ومقيد بأصفاد وأغلال العبودية السؤال هل أنت في الظلمة أم في النور جاء يسوع المسيح لكي يفضح الظلمة ولكي ينير هذا العالم وهذا الشيء أحبائي من بداية الأيام أول آية الله بيتكلم فيها في سفر التكوين وقال الله ليكن نور فكان نور ثم يقول وفصل بين النور والظلمة فإذن لا ظلمة للنور مع الظلمة فإذن مفيش إنك تخلط الموضوع وكل الأديان بتوصل على السماء وإذا بتسمعها من رجل دين من أي شخص أو حتى لو مهما كانت مرتبته أقولها بصريح العبارة يكون كاذبا ومرائي وعم بساير فيك إحنا كلياتنا أبناء آدم إحنا كلنا بشر من حب بعض لكن فيه اختلافات بالدين واختلاف جوهري جدا وهذا الاختلاف الجوهري فعلا إما بتكون في النور أو في الظلمة مكتوب أحبائي عن الشيطان الذين فيهم قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله لكن اللي بآمنه في يسوع المسيح الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو نفس الله الذي قال في الخليقة ليكن نور فكان نور نفس الإله في الخلاص مكتوب عنه أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح فإذن الخلاص هو من يسوع لأن يسوع هو الوحيد اللي قال أنا هو نور العالم والمسيح هو الوحيد اللي فتح عيون العمي عندما في أعمى المولود أعمى في يحنى 9 قال يسوع لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال أبي مدام نهار بعدين يتكلم أنه النور جاء حتى فعلا من خلال هذا النور المسيح لم يتكلم أقوال المسيح اللي قال أنا هو نور العالم في يحنى 8 في يحنى 9 فتح عيني المولود أعمى خلق عينين جديدة لهذا المولود وحتى يميز بين العمى الروحي وبين العمى الجسدي سألوا الفرسيين قالوا ألعلنا نحن أيضا عميان من قبل قال يسوع لهؤلاء المتدينين عميان قادة عميان لكن سألوا ألعلنا نحن أيضا عميان أجاب يسوع وقال لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية فإذن يعني العمى هو العمى الروحي اللي هو عبارة عن الظلمة سلطان الشيطان الجهل هالك شعبي لعدم المعرفة يعني عدم المعرفة هو جهل وضلال وظلام وكم من الشعوب اللي أظلمت قلوبها وفسدت أذهانها وبطلت يعني تشوف يعني ويل للقائلين للنور ظلام والظلام نور يعني بيصل لوضع إن الشيطان بيبث فيهم روح العمى روح الضلال روح غي يعني بيصل الحالة إلى حالة الغباء بيعدش يميز روحيا بيعدش يستوعب بيشوف الإشياء الغلط صح والصح غلط لكن بكل بساطة هذا موضوع كبير كبير لكن كل ما علي اللي عاوز أقول لك إياتي اليوم صلاة أسرع صلاة وصدقني رب استجيب لك إياها جرب قل له يا رب افتح عيني صلى في المزمور اكشف عن عيني حتى أرى عجائب من شريعتك كلمة الله نور مكتوب فتح كلامك ينير يعقل الجهال فإذا يكشف عن عينيك عن ذهنك عن قلبك يبدت كل ظلمة وعندما يأتي نور المسيح لابد إنك تكتشف الحق ولابد إنك تختبر النور ولابد إنك تصطدم بيسوع المسيح هل ممكن تكون جريء في هاي اللحظة وتقول له يا رب نور عيني إذا أنت الإله الحقيقي أنا بتحداك اليوم صليها وأنا متأكد إنه الله رح يستجيب هذه الصلاة صليها قل له يا رب إذا أنت الإله الحقيقي افتح عيني حتى أشوف النور فالله يهدي والله ينير والله يغير والله يكتب اسمك اليوم في سفر الحياة إذا طلبت وصليت من قلبك صليها قل له رحمني أنا الخاطئ سامحني على كل خطية أنا عاوز أتبع النور مهما كلف الثمن وإذا أنت محتاج لصلاة ومحتاج لمساعدة روحية بحب أسمع منك على فكرة إذا الرب عم بيكلمك حط لايك وعمل شير حتى أكبر عدد ممكن يختبر النور عندما تختبر النور اسمع مقال الرب لشاول الترصوصة عندما تقابل معاه شاول كان متدين كان متعصب لدرجة القتل وكان رايح يلقي القبض على المسحيين الرب التقى معاه وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك أن ترفس مناخز قال له من أنت يا رب قال له في أعمال 26 قم على رجليك من أجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقزا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم طيب شو هي الرسالة شو هي الإرسالية الرب يكلمه بقول له لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور من سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بي أي بيسوع المسيح ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين فإذا العمل روحي هو الضلال الجهل وعدم المعرفة واليوم نصلي أقول له يا رب افتح عقلي افتح ذهني اكشف عيني افتح قلبي أنا عاوز أختبرك وشو رأيك تصلي هاي الصلاة اللي اختبرها ملايين من الناس من كل الخلفيات مسلمين مسيحيين والرب فتح عينيهم احنا بنتكلم عن قوة يسوع المغيرة لا تبقى في الظلمة وتروح للضلال والهلاك الأبدي لكن خل الرب ينقذك اليوم وينير دربك وينير عقلك ويفتح عينيك ويهدي قلبك ويعطيك الحياة الأبدية بحب أسمع منك اتواصل معنا